السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي كناشية الضمانوري على الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك واليوم برضو بنستعرض معكم كما استعرض من قبل نسخة النقدرة لكتاب قوات حفظ الصحة اليوم بنتعرض الى نسخة فات عليها اكتر من 80 سنة اللي هي جريدة او مجلة الوقائع المصرية العدد اللي معانا النهاردة هو العدد رقم البدايات تنياني افرقكم على حالة المجلة سريعا حالة المجلة طبعا وجدتها بصراحة يعني لا قدري يعني ان كانت ان هي ممكن تكون ايام الزلزال 92 اللي حصل في مصر تمام زي ما انت شايف طبعا الوضعيات الورق وضعية عايز اتجلت طبعا بس هي طبعا ارزاق بقى اه تمام اه اللي انا عايز اقول هو لك في الملحة ده هو اللي هو بالتالي الملحة ده اه هو العدد مية اتنين وستين الصدر في اه يوم الاتنين ده القاعدة الف وتسعة خمسين دين ديسمبر سنة الف وتسعمية واربعين هستجل البوز الاولين ده كله اللي هو المحجزات الادارية تمام كل دي محجزات ادارية وكل مدرية بيجيب لك الحجز الاداري الحجز الاداري بيبقى اه فيه مستحقات اميرية فتم الحجز على قطعة الارض اللي موجودة او انه طبعا اه تم الحجز على الارض مثلا نتيجة انه كان فيه سلفة من بنك التسليف الزراعي وما تمش التزديد تمام وكل مدرية بينزل لها الحجز بتاعتها نتيجة البحيرة طبعا انا في العدد ده وجدت البحيرة وجدت ان الغربية تمام وجدت المناخية بعدين وجدت والجيزة كل ده اه 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 حاجات كتير جدا طبعا الفيوم هنا خدت من من السبعتاشر الى اقصاد تقريبا اتنين وعشرين تمام اقصاد اتنين وعشرين وكل الكلام يعني بيدور حوالين انه لم يتم ايه اه السداد المستحقات الامرية وبالتالي بيتم الحجز على قطعة القط ده الجزء الاولين هو عن انت يعني عن الورق النسخة القديمة جدا واحد تنين سنة جاء طبعا كل المدريات اللي انت شررتها كده تمام ثم جينا بعد كده العدد مية اتنين وستين فيما تعلق بمجلس النواب ده اللي انا عايز اوصل له آآ مجلس النواب هنا آآ يعني ايه ده مضبطة الجلسة بتاعت يوم تمنتاشر آآ من شوال الف وتلتمائة تسعة وخمسين الموافق تمنتاشر من نوفمبر سنة الف وتسعمائة واربعين وهنا هتلاقي آآ انه اللي تم بالنسبة للكتاب آآ من رئيسة الوزراء زي ما انت شايف كده والناس اللي هي تم ترشحها حسين سري وزير الداخلاء والخارجية حلم عيسى باشا وزير العدل صليب سامي تجارة حسين هيكل باشا الاديب وزير المعارف مصطفى عبد الرزاق اللي تم ايقافه تمام يكتابه المعروف وزير الاوقاف عبد القوي احمد احمد عبد الغفار عبد مجيد ابراهيم صالح علي ابراهيم طبعا دكتورنا وزير الصحة حسن صدق بك محمد ابجل السامرة يوني الصالح باشا وبعدين تم الاختراع هنا على مين يكون آآ آآ رئيس المجلس النيابي طبعا تم الترشح فنال آآ احمد ماهر باشا مئة وتلاتين ونال ابراهيم دي سوق ابازة مئة وتسعة ونال اعلى اسماعيل صدقي اتنين صوت سادي عسى ساوي صوتين وتوفيق دوس آآ آآ صوت واحد وطبعا كله بقى بدأ يقوم طبعا كلمة آآ احمد ماهر باشا آآ بعد كده تكلم مصطفى عبد الرزاق بعد كده محمد محمول جلال توفيق دروس عشاء وعندك بعد كده محمد توفيق خليل تمام احمد ولي الجندي وعبد الرحمن البالي وكله تم ترشيح احمد علي باشا وكلها طبعا كلمات يعني ايه ترحيب يعني بالرجل وبانتخابه في از الفترة عام الف تسعمائة واربعين ان شاء الله نتابع معكم في حلقة تانية العدد اللي بعد كده وطبعا يعني هي بتعتبر زي وثيقة طبعا آآ بتحوي آآ الفترة دية من زي ما قلنا آآ ما يتعلق بالحجازات الادرية وما يتعلق بمجلس النواب وكيف تم عملية الاقتراع ايه الجدول بتاعته زي ايه المضبطة بالزبط يعني اشوفكم ان شاء الله في فيديوتين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته